قبل خليني شوي أسألك أنت قريب لفريد الأطرش وأسمان؟ طبعاً نفس العائلة نفس العائلة كنت عرفهم شخصياً في ذكريات معهم؟ عرفت فريد 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 أداكن عمرك أنت بوقتها؟ أنا كنت في السنة الأولى والثاني في المعهد عالية الفنون المسرحية فقدميت الفنون في القاهرة فعرفت فريد أنا ذاك يعني عصرت فريد وفؤاد أخوه والله يرحمهم كلهم يعني عشت فترة معهم أو بهذا الوقت يعني بهذا التوقيت عرفه عرف فريد بوقتها عم نحكي طبعاً عن اسم كبير فريد الأطرش عمله فريد كانت بفيق بالمادر الله يرحمه قدر يلمس فيك هالشغف للفن نصحك هون ما تروح هون روح دقها الباب ما تدقها الباب إحدى الصحف أو المجلات في القاهرة كتبت بنشيط عريض عن الثاني ابن عمي فريد الأطرش حاربني حتى لا أتذوق كأس المر الذي تذوقه في حياتي الفنية فكتير وقت بدي إنه هذا الطريق صعب وشائق مش إلاك يعني وأنا مريت في صعوبات وأنا مريت في حذابات وأنا صرت فريد يعني بس بعد بكل دافع تنصحتي وجسمي وأعصابي مش إلاك يعني إرجع تكمل دراسة في أي فرع آخر تفهمه هلأ؟ هلأ هلأ أنت بهيدا العمر وبهيدا الندوج تفهم له نصيحته بوقتا؟ أنا فهمه من حالي وبتحدى هذا الفهم من رغباتي يعني من أشقي للفن طبعا العشقي للفن غلب كل شيء كل شيء